سؤال حول السعادة نفسي أعرف ما هي السعادة وما هو مفهوم السعادة زي الشخص حق لنفسه السعادة البشر اختلفوا قديما وحديثا حول مفهوم السعادة ما هي السعادة دي لكن اتفقوا كلهم على أنهم يصعوا إلى السعادة كله عاوز يكون سعيد كله عاوز يكون سعيد فممكن نقول أن السعادة هي الشعور بالفرح والرضا والسعي للسعادة نصفة عامة أو الحياة السعيدة هو سعي في البحث عن أسباب السعادة ومسببات السعادة على المستوى الآن في اللحظة الحالية وفي المستقبل الإنسان بيعمل حاجات تخليه سعيد في الوقت الحالي وفي اللحظة الحالية يسمع موسيقى مثلا والموسيقى بتخليه سعيد في اللحظة لو بيسمع فيها موسيقى الفن مثلا يتفرج على حاجة ممتعة يتنزع حاجات كتير بتخليه سعيد في اللحظة لو هو فيها لكن الحياة محتاجة أن الإنسان يبذل مجهود ويقضي وقت برضه علشان يحافظ على أن هو يقدر يبقى سعيد في المستقبل يأمن السعادة دي فبالتالي هو منطر مثلا يشتغل وحيانا الشغل بقى ثقيل على النفس وهو يمكن في نشاطات تانية تفرح أكتر لكن هو لا هو دلوقتي عايز يشتغل علشان خاطر يقدر يبقى سعيد أو يقدر يمارس يعني مثلا يحتاج فلوس علشان خاطر يشتري الحاجات بتفرحه أو يعمل الحاجات اللي بترضيه سواء كانت الحاجات دي ليه هو شخصين أو اللي الناس اللي هو بيحبها مثلا لو كان هو فيه ناس سعادتها في عمل الخير مثلا وهو عشان يعمل خير لازم يكون مؤهل لكده لازم يصحيته كويسة مثلا عشان يساعد بدنيا لازم يقعافوه عشان يساعد مالديا فبالتالي هو محتاج يقضي وقت فيه أعمال مثلا ممكن تكون مرهقة والإرهاق في حد ذاته ممكن يخصب من السعادة وإن كان بيؤدي أحيانا بعض النشاطات المرهقة بتؤدي إلى السعادة بتكون سبب مباشر للسعادة زي الرياضة مثلا الرياضة ممكن تكون مرهقة لكن الرياضة ضرورية جدا عشان الإحساس بالسعادة لازم يمارس الرياضة كل يوم عشان تحس بالسعادة مثلا لكن فيه نقطة مهمة برضو وانت بتعمل النشاطات اللي هي مطلوبة علشان خاطر تقدر تأمن لنفسك السعادة في المستقبل زي الشغل أو المذاكرة مثلا تقدر تخليها كمان على قد ما تقدر تجلب السعادة يعني وانت بالذاكر مثلا أنا مثلا باهتم جدا بإن أنا أجيب أقلام بألوان مختلفة أذاكر بطريقة بتحاول تخليه سعيد أرسم يعني بحاول أكون سعيد حتى في المذاكرة حتى مثلا لما بتعلم لغة جديدة بسمع أغاني أكثر بسمع أغاني وأخذ منها الكلمات لما أنت ممكن تحفظ كلمات عن طريق أن تفتح القموس وتقعد تحفظ ممكن تحفظ كلمات عن طريق أن تسمع أغاني ممكن عن طريق أن تتفرج على أفلام برضو فكل نشاطات ممتعة وفي نفس الوقت ديك بتتعلم فأنت بتخلي التعليم بتاعك ممتع أحيانا بيكون فيه موانع من السعادة نحاول نزالها بقى تماما زي مثلا وأبرزها وأهمها الاكتئاب مثلا بأنواعه طبع مرض الاكتئاب أو التربط من القض ده مرض ده عدو السعادة مش ممكن إنسان يحس بالسعادة وهو مريض اكتئاب أبدا ولا يبقى عنده طاقة يعمل حاجة لا للحظة الراهنة عشان يستبتع بيها ولا للمستقبل ومصاب بالإحباط ومش قادر يكمل أصلا في الحياة يتنفس بصعوبة أساسا يعني يعني حاسس إن النفس نفسه بيبقى أهم عليه هل تخلص من الاكتئاب ممكن طبعا ممكن ممكن وأكيد إنه ممكن والحقيقة إنه ممكن عن طريق إنه تروح للدكتور والدكتور بيكتب لك أو بيتتابع معك بطريقة العلاج المناسبة والدكتور مش هيسيبك لما تتعالج لأن فيها علاج للدكتان لأنواعه منها الأدوية طبعا والأدوية رائعة وجميلة وأنا واحد من الناس اللي استفدت منها جدا يعني وما كنتش قادر تستمر في الحياة أصلا من غيرها يعني وأعراضها الجانبية لا تذكر بس طبعا الدكتور هو اللي بيحدد طريقة العلاج المناسبة ليك وهو اللي بيكتب لك نوع الدواء المناسب ليك ويتابع معاك ولازم تتابع مع طبيب طبعا ومناسبة الدين من الحاجات اللي بيسبب دكتور يعني الدين بيسبب تأيك ويمكن أن أتكلمت على الموضوع ده في مقطعها كتير ويمكن أن أعمل مقطع مخصوصا للموضوع ده فيه علم اسمه علم السعادة ومراكز أبحاث ودراسات وحكومات كتير بتحاول أن هي تساعد في أن شعوبها تبقى سعيدة لكن على المستوى الفردي أنت برضو محتاجك تثقف نفسك علشان خاطر تبقى سعيد يعني كل ما تقرأ أكتر عن السعادة وأسبابها وطرقها كل ما ده يوفر عليك ويختصر عليك الوقت عشان تبقى أسعد وحال ممكن فيه أنشطة زي ما أنا قلت مهمة للسعادة منها الرياضة واثب مثلا على الجاري لمدة معينة كل يوم تلت ساعة مثلا كل يوم شو قادر تجري ممكن تمشي ممكن تمشي جهازة المشي تمشي ساعة مثلا في اليوم حبثة لو كانت بسرعة تمشي بسرعة ممكن أنا مثلا بروح أسبح تقريبا كل يوم روح البحر أسبح حوالي ساعة في اليوم مثلا ممكن تروح الجيم تجيب مثلا درجة هواية وتتجول بيها لحية جميلة جدا لو المكان اللي انت عايش فيه بساعتك على كده رياضة جميلة جدا ومهمة والرياضة خارج المنزل مهمة يعني فيه ناس بمالس رياضة في المنزل كويس فيه ناس بتتعثر لما بتعمل رياضة في البيت بتتوقف عايز التزام يوح الجيم يوح مع مدرب مثلا او انهم يعودوا نفسهم يخرجوا مهم ان انت الرياضة مهمة جدا لشعور بالسعادة ودراسات بتقول كده برضو صداقة حيوان أليف مفيدة للسعادة وبرضو دراسات اللي بتقول كده وانا جربت الحكاية دي يكون عندك كلب مثلا صديقك ومعاك على طول يكون عندك قطة او قطط دي حاجة جميلة جدا اقوح اي حيوان أليف من الانشطة اللي بتخليني سعيد ان انا مثلا نظف البيت ارتف البيت ونظف البيت تحاول بس تمتعنا بالحكاية دي ترويق البيت بتاعك تنظفه ترتبه تغير من ترتيب الحاجات عندك فده برضو من الحاجات اللي ممكن انشطة تخليك سعيد لان انت بمكان نظيف وانت بتعمل بتعمل مجهود حركي برضو وهو زي الرياضة وده شيء جميل جدا العمل التطوعي برضو من اسباب السعادة اللي يكون عندك نظام غزائي يساعد على السعادة ان انت تكون سعيد لان نوعه وكمية الاكل بناكلها يأثر على المزاج بتاعنا انا مثلا ما بيكلش السكريات ولا باكل الكابوهيدرات ماشي على نظام غزائي يعني منخفض الكابوهيدرات وده بيساعدني جدا ده بيخليك ما تكسبش وزن لان لما تكسب وزن احيانا ما تحسش بالرضا عن نفسك مثلا فان انت تمشي على نظام غزائي ما يخليكش تكتسب وزنه و اكيد اكيد لو انت نعت عن السكريات تماما والكابوهيدرات رز بقى و الميكرون والحاجات دي ومشيت على نظام غزائي صحي هتكون وزنك حيبقى كويس يبقى كويس جدا بالتالي صحتك حيبقى كويس لان برضو الصحة الكويسة من اسباب السعادة اعتقد برضو وفي دراسات بتقول كده ان مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تسبب نعمة الكئابة او الاجتماعي فنخفف من الاوقات اللي بتقضيها على المواقع التواصل الاجتماعي يعني نقلل منها يعني مش نعدمها تماما من حياتنا لكن ما نعودش طول الوقت على المواقع التواصل في حاجات كتير في حياتنا لازم نعملها عشان تجلب لنا السعادة لو الوقت اللي انت بتقضيه في مواقع التواصل ها بيخصم من الوقت اللي انت ممكن تقضيه في نشاطات تانية تجلب ليك سعادة اكتر اخيرا في كتاب اسم انتصار السعادة لبرتراند راسل انصحك بقراءته وشكرا لك مرة اخرى على سؤالك الى اللقاء